سيدة في المطبخ الطبخة على النار وهي منشغلة بتحضير الأكل نزلت حتى تجلب من درج تحت فرن الغاز طبقا فاشتعل شعرها دون أن تنتبه. الغريب أنها لم تحس بشيء لأربعين ثانية كانت تتحرك بشكل طبيعي والنار مشتعلة في رأسها من حسن حظها أن شعرها كثيف لكن أي شخص شاهد الفيديو تساءل كيف ما حس بالنار. فكيف لم تشم الرائحة خاصة أن رائحة الشعر المحترق قوية سريعا أصبح هذا الفيديو تريند مع تعليقات ساخرة حيث تحول من حادثة حريق خطيرة إلى حادثة نشاة غريبة فعلق عبدالله وقال معقولة كل هل وقت شعرها يحترك ولا شعرت بحرارة النار ما شاء الله خوش شعر ناسا أيضا قالت معقولة طيب ما شمت ريحة شعرها وهو يحترك ولو قلنا حاسة الشم معدومة عندها مو ضعيفة وبس مع هالحرارة يلي فوق راسها مخها ما صار يغلي؟ أبو فهد أيضا قال تنسى بعض النساء أنفسهن في المطبخ فنبههن قائلا ديروا بالكم لا تندمجون بالمطبخ علشان لا يكون نفس مصيرها. ومن النساء من عذرت عدم انتباه السيدة صاحبة الشعر المحترق فأكيد رأسها مو معها فعلقت مثلا بيان وقالت يا حبيبتي واضح بالها مشغول وهي تشتغل لدرجة ما شمت ريحة شعرها وهو ينحرك ولا حست بالحرارة وخديجة كتبت من كثر من البال مشغول احترك شعرها ولا حست بالحرارة بينما هناك من قال أن هذا الفيديو هو تطبيق المثل الذي يقول لا تكن شمعة تحترق لإسعاد الآخرين شاركونا بآرائكم ما تعليقكم على الفيديو وهل وقعت لكم حوادث بسبب السرحان والبال المشغول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر